اشتركوا في القناة رهيب قبل ما نتكلم عن السيارة هذه أحب أني أشكر الشركات اللي مشاركة معنا في هالموسم وأكيد الرعاة تعطش السيارات الألمانية أو الشركات الألمانية للمبيعات خلاها تستكشف طرق جديدة سيارات الكروس أوفر أو سيارات الاسيو في أو السيارات اللي متعددة الاستعمالات سال لعاب كل الشركات الألمانية وكل دول العالم الأودي بعد النجاح اللي سواء الكيو سيفن قالت نبغى سيارة بتكون أصغر وطلعت بالكيو فايف وربطت الاسم هذا مع واحدة من أهم سياراتها اللي هي الأي فايف ومن أجمل السيارات اللي طلعتها الأودي واللي قالت احنا نبغى ناخذ مسمم إيطالي ويشتغل على الأي فايف اللي من أجمل السيارات في تاريخ الأودي فكانت انطلاقة الجيل الأول في الالفين وثمانية ميزت السيارة هذه أنها وفرتها بجميع المحركات أربع سلندر ستة سلندر مكينة كبيرة مكينة صغيرة تبغاها اقتصادية تبغاها ديزل تبغاها بنزين لذلك انتشرت بشكل رهيب في كل دول العالم لدرجة أنها صارت تنافس حتى السيارات الصغيرة عند الأودي الجيل الثاني اللي أطلقته في الالفين وثمانتهاش اللي كان التغيير الكبير صارت السيارة أجمل الجيل الأول كانت مبنية على الام البي القديم الجديدة صارت مبنية على الام البي الشاسي الام البي الايفو نفس الشيء اللي بيكون على سيارتهم الرياضية والممتعة والجميلة الـ A5 فصارت السيارة أجمل أحلى صارت السيارة كشكل أعرض أوسع أكبر صارت لا تقل عن السيارات الثانية من سيارات الأودي فخامة لما تركب السيارة هذه رح تلقى نفسك راكب في سيارة أودي فخمة لما تشوفها من برة ملامح السيارة هذه جميلة من جميع الزوايا ويمكن أكبر فيسلفت صار على السيارة في الالفين وواحد وعشرين اللي يغير السيارة سواء من برة أو من داخل رح نشوف مقدمة جديدة رح نشوف من الخلف جابت لك إضاءة الأوليد كأول سيارة فيها إضاءة أوليد وإحنا عارفين الأودي دائما تبهرنا في تكنولوجيا الإضاءات ونشوف الإضاءة اللي قدام الماتريكس واللي تعطيك أشكال غريبة عجيبة وفوق أنها غريبة وعجيبة لما تفتح السيارة أو أنك تقفلها الهدف الأساسي أنها تعطيك رؤية أفضل في الطريق وبنفس الوقت تمنع أنها تبهر أو تجهر الأشخاص اللي يكونوا معك في الطريق سواء كانوا معك في نفس الطريق أو جايين عكس الطريق حتى لو أنك مشغل الإضاءة العالية ما رح يحسون بالإزعاج من سيارتك حتى لو أنك مشغل العالي في 2021 من كثر ما أن السيارة هذه ناجحة طلعت نسخة سمتها السبورت باك كشكل كوبي ونفس الشي كل السيارتين هذه تاخذ نفس المحركات وفرت لك كل الأوبشنز اللي أنت تختارها سواء تبغى شكل السيو في فعندك الكيو فايف إذا تبغى والله شكل رياضي وشبابي وجميل فعندك الكوبي في ناس يحبون الكوبي وفي ناس يحبون العادي يمكن إذا أنك تبغى السيارة اللي تكون أكثر عملية وعندك عائلة أكبر وعندك أغراض بتشيلها وبتسافر قد تكون السيو في أجمل ولكن إذا أنك شخص الحالك وتبغى تتميز أو عندك عائلة صغيرة وتبغى تتميز فأكيد أن السبورت باك قد تكون خيار جميل بالنسبة لك لو بتكلم عن الشكل الخارجي رح تشوف سيارة من أول وهلة رح تكون هذه أودي مقدمة السيارة جميلة فيها تكنولوجيا ما خلتها تكون سيارة أقل من فئات الأودي العالية عطت كل التكنولوجيا اللي أنت تتوقعها إضاءة الماتريكس موجودة كل الأنظمة السلامة والأمان ومساعدة الساق موجودة في السيارة هذه لما تشوف السيارة من الجنب فعلا رح تشوف سيارة معضلة وسيارة تعطيك إحساس أنها فعلا سيارة فخمة وحاط فلوسك في سيارة فعلا تسوى المبلغ اللي أنت حاط فيها تجي من الخلف ولا أجمل نفس اللي بتشوفه في الكيو سيفن رح تشوفه في السيارة هذه لما تفتح الدبة الخلفية اللي تفتح بالكامل والإضاءة رح تطلع فوق مع الدبة أو الشنطة الخلفية الشيء اللي يميز سيارات الأودي حتى الجنوط والرنقات اللي بتكون موجودة على السيارة اللي عندك خيارات كثير تقدر أنك تختار الشيء اللي ناس بك قد تكون أنك تمر الوكيل وتشوف الأشياء اللي موجودة فيها إذا حاب أنك تطلب أشياء مميزة ومواصفات إضافية بحيث أنك تسوي كاستمايز للسيارة اللي تبغاها تكون سيارة المستقبل الشيء هذا أكيد أنه بيكون متوفر عندك السيارة بتكون مجهزة محرك أمامي ودفع رباعي أو اللي تسميه الأودي الكواترو والكواترو أكيد أنه غني عن التعريف ومن اللي ما يعرف تاريخ الأودي في الراليات واللي أبهرت العالم بالراليات وبأداء الكواترو العجيب فرح تلقى السيارة هذه منتشرة في أوروبا بشكل كبير بحكم الثلوج والأماكن اللي يكون فيها زلق فأثبتت جدارتها الأودي في هالنظام اللي يكون عجيب ومميز وخاص في علامة الأودي واللي ربطت الكواترو مع شعار الأودي اللي هو أربع دوائر اللي هو الدفع الرباعي المستمر لما تدخل الأودي الكيو فايف رح تشوف داخلية أودي تقليدية من أروع من أجمل الداخليات اللي رح تشوفها أول شي رح يجذب انتباهك اللي هو شاشة الساق اللي الكل أجمع عنها من أجمل الشاشات اللي موجودة في السيارات الحديثة رح تشوف شاشة بالكامل إلكترونية وتعطيك كل المعلومات اللي أنت تحتاجها لو تجي في الوسط رح تشوف عندك شاشة كبيرة وجميلة وما خربت عليك تصميم الشاشة أو الطبلون اللي في الوسط بارزة من الطبلون وعندك الفتحات التكييف فيه تصميم جميل في الطبلون ما تحس انك تشوف سيارة عبارة عن شاشات وما فيه روح وفيه تصميم الكنسول اللي في الوسط عريض وجميل ولازال فيه عصى القير اللي تكون جميلة وتعطيك إحساس انك قاعد تسوق سيارة رياضية وشبابية لو بنتكلم عن المحرك أكيد محرك الأودي الشهير TFSI اللي هو الـ 2000 CC التيربو 249 إحصان و370 نيوتن متر العزم مربوط مع جير رياضي من 7 سرعات وتسارع السيارة من الصفر إلى المية في 6.3 ثواني والسرعة القصوى 237 كيلو متر في الساعة هذا اللي يميز السيارات الأوروبية حتى لو كانت محركاتها صغيرة إلا أنها تعطيك قوة و باور يخليك ما تفكر أن السيارة هذه حجم محركها ضعيف طبعا أكيد المحرك بيكون التيربو لو حسيت هالمحرك ما يكفيك تقدر تطلع للـ SQ5 واللي رح يعطيك شكل خارجي مختلف كليا رح تشوف فتحات الإكزوز الأربع الجميلة رح تشوف السيارة اللي منفخة رح تشوف سيارة رياضية حتى لو تدخل داخل السيارة رح تشوف أنواع الجلود المختلفة كراسي متغيرة سكان رياضي كل شي حواليك يحسسك أنك فعلا ما أخذ سيارة سبورت رح تأخذ محرك ستة سلندر 3000 سي سي تيربو 354 أحصان و 500 نيوتن متر العزم مربوط مع غير تيب ترونيك رياضي من ثمان سرعات وأكيد السيارة بتكون دفع رباعي اللي هو الكواترو ولكن بتكون برمجته مع نظام التعليق مع المحرك مع كل شي بيكون رياضي وتقدر تغير في الوضعيات سواء كانت القيادة العادية القيادة الرياضية القيادة في الثلوج فعلا رح تستمتع في السيارة هذه ومحرك قوي ويشير السيارة أنت رح تأخذ الـ 500 نيوتن متر من 1370 دورة في الدقيقة ورح تقدر توصل من الصفر إلى المية في 4.9 ثواني والسرعة القصوى محدودة إلكترونيا 250 كيلو متر في الساعة طبعا السيارة تقدر تعدي هذا الرقم بالراحة ولكن للسيفتي والأمان الشي هذا خلوه يكون موقف إلكترونيا من الأشياء اللي تميز الأودي الألوان اللي تعطينا في سياراتها واللمحات والتفاصيل الدقيقة اللي ما تشوفها إلا في سيارات الأودي رح نشوف عندهم ألوان جدا مميزة ويعطونك انعكاس مختلف على المرايا على الشبكة الأمامي بالكروم أو بألوان أخرى اللي فعلا من أول ما تشوف السيارة حتى لو ما تشوف الملامح الأمامية أو الخلفية اللي تبين لك الأودي من الإضاءة من الشبكة الأمامي الإضاءة الخلفية مجرد ما تشوف الأي بيلر أو الجهة الأمامية اللي من جهة المرايا حق السيارة رح تقول إنه هذه أودي هذا الجميل أن السيارات تحط لها بصمة في علاماتها أو أن العلامات تسوي بصمة في سياراتها أنا قلبت الموضوع ولكن اللي همنا في السالفة هذه أنه حلو أن كل علامة تحط بصمة في سياراتها موه بشرط أني أشوف مقدمة السيارة أو مؤخرة السيارة علشان أقول والله هذه أودي ولا هذه بي أم ولا هذه مرسيدس أحيانا بدك تشوف من الجنب وتقول فعلا هذه سيارة أودي هذه من الأشياء اللي تميز الأودي ويمكن ما حد قدر أن ينافسها في الفئة هذه حتى بعضهم يمكن الشركات الثانية حاولوا على استحياء بس يمكن ما ركبت عليها مثل ما ركبت على سيارات الأودي طبعا السيارة تتوفر بمحركات كثير ديزل وأشياء هايبرد قد تكون ما تجينا في الخليج وتكون متوفرة في أوروبا لدرجة أنك ربما تروح في الدول الأوروبية وتشوف المحركات تنصدم من كمية المحركات اللي تركب على السيارة هذه يمكن يمكن الوحيد اللي ما يركب عليها اللي هو الثمانية سلندر وانطالع ثمانية وعشر سلندر هي اللي ما تكون موجودة بينما المحركات الستة سلندر والأربع سلندر ديزل هايبرد كل الأمور هذه ممكن تلقاها في السيارة هذه أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم عن الأودي الكيو فايف أو الاس كيو فايف سواء كان الاس يو في أو السبورت باك الرياضي ونشوفكم إن شاء الله غدا في سيارة جديدة وحلقة جديدة وفمان الله اشتركوا في القناة